أهلا بك يا مدام هودا في سواري ومنورانا. الله ينوري عجب. مساء الخير. مدام هودا على طول بتعملي في شغلك. أحكيت لربعين سنة دي مش ظريفة. مشوار فني لا يتجاوز السنتين. مدام هودا حضرتك بتعملي في كل الأعمال الفنية زي اللي عملتي معايا كده. النمكية والتفاصيل والسؤال على كل شيء والالتزام والساعة كذا. وهعمل إيه وهقول إيه وهلبس إيه وتفاصيل دي كلها كده. متغال إن ده شيء طبيعي جدا إن ده يحصل. المفروض إنه يحصل من الكل يعني. يعني المفروض كده أدأ في كل حاجة علشان أولا أعرف أنا هقول إيه هعمل إيه. يعني أولا مش هقول إيه لأننا مش عارفة هقول إيه أنا دلوقتي يعني. لكن دقة في الموعيد وأنا جاي في المعاد مظبوط. ويعني صح مش غالط. مش كده أولا. لا طبعا مظبوط. مش أحسن ما مثلا يبقى مثلا معدنا الساعة سبعة تلاقييني ما جيش لساعة عشر حداشر يعني. وخلي الناس دول يعودوا ينتظروني مش عيب. صح ولا مس صح لا والله يصح الحقيقة. أكيد حرورتك. أو إحنا كده يعني أنا عايزة أقول مش مثلا بزم في شباب الفنانين دلوقتي لكن مما لا شك فيه إن الجيل الأديم. وأنا بقول الأديم المرات يعني بصح إنهم ملتزمين جدا بيحترموا مواعدهم لأن احترامهم لمواعدهم واحترام للناس اللي هم ما جاين لهم كمان. طيب الجيل الجديد ما فيش أي التزام. مش ما مش ما فيش أي التزام أو مش كلهم ما عندهمش التزام لكن يعني من خلال بقى طبعا تعاملي مع بعضهم أو بعضهننا ولا إيه برضو في شوية عدم الالتزام بالمواعد يمكن ده العيب الأساسي فيهم بس. مدام هدى ثلاث أجزاء من الليالي الحلمية وحضرتك كنتي نجمة جزء الأول. الأول وما زلنا لغاية النهاردة مش قادرين ننسى نزل هانم نفيسة هانم في الآلة الحلمية تعالي لي ده بقي يا بدا بها في الحقيقة هو في الوقت المناسب يعني أنا يعني خرجت من المسلسل في الوقت المناسب لأن بعد كده كانت حبق مجرد موجودة في المسلسل بس يعني ما فيش أحداث ما بعملش حاجة وعلى أي حال أنا حسة طبعا إن اللي بيشتغلوا دول أحفادي لدرجة إن أنا كنت بصور مرة كنت بصور حارت السكري في استوديو الأهرام وهم كانوا بيصوروا خارجي برضو في استوديو الأهرام فهم صوتهم داخلنا في الاستوديو فمعطلنا التصوير فالمخرج يعني اتنرفز وقالوا حولهم وشوفهم يعني يعني اتنرفز شوية فأنا وقفت له وقلت له لا من فضلك دول أحفادي محدش يقول عليهم حاجة فعلا كنت حسة إن اللي بيشتغل هناك دول أحفادي فعلا مدام هدى نرجع شوية كده الكفر أبو جندي أيوة دي بلد أبويا إنما أنا مولودة في طنطة طنطة وكفر أبو جندي والوالد معمم ومجود وقارئ للكرآن وهذه البيئة والريحة الطين والخضرة والفراغ وتكوين شخصية هدى سلطان كل ده منعاكس علي الحقيقة يعني كل ده ما خرجش مني لا طين الأرض ولا عمّة أبويا وعلى فكرة برضو محمد فوزي كان يعني فنان لكن كان معمّا برضو في أخلاقه يعني كل ده ما خرجش مني يعني أنا لازلت عايشة به لسه هدى سلطان شايلة من جو الريف أشياء موجودة في حياتك كده وفي بيتك أنا قصة ولدت في طنطة وطنطة ما تعتبرشي أرياف يعني والغاية النهاردة يعني فبس برضو كنت بروح البلد هناك عند إخواتي وأعيش معاهم أيام يعني وكده طنطة تغيرت عن من أيام ما سبتيها الغاية دلوقتي قوي كتير جدا تغير فيها إيه؟ تغير فيها يعني طبعا بالنسبة لي أنا الشكل يعني كان فيه ترعة في وسط البلد كده تردمت ومكانها فيه أفتكر جناين يعني هي طبعا تغيرت إلى أحسن لأحسن جدا يعني بتروحي طنطة كل قد إيه؟ الحقيقة بعد ما وفاة أمي الله يرحمها وهي مدفونة هنا في القاهرة ما قليل قوي لما بروح لأن خلص كلهم لا ما عاد ليش حد هناك لا ما عاد ليش حد هناك لا ما عاد ليش حد هناك كلهم هناك الفترة بقى من بعد طنطة والمجيء هنا نتكلم عليها بسرعة كده لما جيت أشتغل يعني أنا الحقيقة لقيت معارضة شديدة جدا من أخوي المرحوم محمد فوزي يعني معظم السادة المشاهدين يعرفوا إن كان فيه معارضة إيه شكل هذه المعارضة وأسبابها ليه؟ لا ليه لأنه زي ما قلت لك إن فوزي أنا بعتبر إن معارضته الاشتغالي بالفن كانت خوف علي يعني لو رجعنا وراء حنلاقي إن الفنان ما كانش له المكان اللي لهه النهاردة ولا التقدير والنهاردة الفنان لا يقل عن وزير عن سفير لما بيسافر برا بلده بيبقى سفير لمصر في بلده وتصرفاته لازم تكون محسوبة لكن متهيالي من مثلا من زي ما انت قلت أربعين سنة ما كانش فيه من سنتين من سنتين ما كانش فيه كده يعني الفنان ما كان لهش الزوج يعني فده من الأسباب اللي خلته يقف أمام إن أنا أشتغل فكان كل اللي قدر يعمله إنه هو مثلا يعني أستاذ عبلوهاب عايزني في فيلم معاه يبعث له حد يقوله لأنه مالوش لزوم يعني كده لغاية بقى ما النصيب والنصيب اللي هو حكم إن اسمه هدى سلطاني بقى موجود يعني فقد لكده ربنا والجابريل نحاس كانوا طلبين مطربة في فيلم ست الحسن فتقدمت الأستاذ نيازي مصطفى الله رحمه مادام كوكة جم الإزاعة وسمعه صوتي وبعدين قال أستاذ رياض الصنباتي وسمع صوتي برضو عشان طبعا يلحن لي على أساس يعني يعرف صوتي إيه ما مساحاته طبقاته وبدأنا نصور بس كل الحاجاتي عملتها بقى في السر لأنه خلاص كذا مرة كذا مثل كذا قصدي فيلم إن الناس طبعا محمد فوزي زميل لهم وبيعملوا له حساب يعني فكان ثم فيش نصيب ما ما يخطونيش لغاية بقى ما جاب ليه نحاس جازف ودخلت وعملت صورة تست ونجحت فيها وبدأنا نصور هو فوزي حس بعت له الأستاذ حلمي رفل الله يرحمه فجابريل قال له يعني أنا شايف إنها صوت كويس موش كويس يعني ما مسلت برضو عندها موهبة وكده وحرام يعني أنا لو أنا ما أظهرتها غير يظهرها فليه أنا ما أخدش أنا الفرصة يعني فطبعا ما كان من فوزي لأن أنا علاقتي بيه كانت علاقة أكتر من أخ وأكتر من أب بل أكتر من أم كمان يعني كان صديقتي من صديقي يعني كنت أقول له أسراري رغم فارق السن اللي بنا لأنه هو الكبير يعني هو الكبير وبعدين في أخته وبعدين في أنا اللي قدر يعملوا إنه خصمني يعني ما بقاش يكلمني وطبعا لما تبقى فيه علاقة أخوية يعني متينة قوي 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 كده جامد يعني شوية مش الأخير فأنا نهارت بقى وكنت تزوجت يعني وقررت إن أنا أروح كلمت مديحة قالت لي تعالي يعني حيعمل فيك إيه ما تعالي بدل ما مديحة مديحة يسري أيو مديحة يسري أمراته فنزلت جذفت قلت يعني اللي يعمله بس المهم إن أنا أتمن عليه لأن يعني الواحد لما بيبقى سامع إن إنسان مريض ما بيتصوله حاجات كتير قوي لما بيشوفه بيتطمن وبيستريع ونزلت روحت روحت له وكان هو شوية ما بيقدرش يعني تعرك بنا وبعدين أول مفتحت الباب ودخلت طبعا كل حاجات لي ما كان منه إلا إنه بس يعني فتح إدي كده بس لي وبس نغير المقضوع ده بقى عشان الناس مدام هودة سلطان مطربة وممثلة ممثلة مسرح وغنيتي في لايف كل ليلة زي يعني في الأوبريتات لحضرتك لا تيها كان وداد الغزائي مدام مريم فقر لايف أي كل ليلة كل ليلة حتى كانوا بيفتكروا إنه تسجيل ورأسه وتحرك على المسرح كان بتهد حالي يعني خسيت فيها كتير خوزين مدام مريم فخر الدين كان ليها وجهة نظر برضو معانا في سؤرية فقالت أنا لا أؤمن بالممثلة الشاملة اللي تغني وتمثل وترقص وكده وده لازم بيكون شيء على حساب شيء آخر إيه رأي حضرتك في النوطة دي؟ لا لا ليه إذا الإنسان عنده الإمكانيات ليه ما يكونش؟ اشتركوا في القناة